في المكتبة الشعية وحتى في المكتبة السنية هناك الكثير من الموسوعات التي يقال عنها موسوعات علمية ويطبل لها ويبوق ويتحدث عنها كثيرا وهي في الحقيقة ركام من القمامة والقذارة والسفاهة إلى أبعد الحدود ربما تقع اليد على كتاب لمثقف غربي من جزء واحد يجد القارئ فيه الكثير من المنفعة والكثير من المعلومات ذات القيمة العلمية بينما نصول ونجول في موسوعات المكتبة السنية والمكتبة الشعية وما نعثر إلا على الخراء إلا على السفاهة والهراء هذه حقيقة ولكن يضحكون على أنفسهم من أنهم ألفوا الموسوعات ويضحك على عوام السنة وعوام الشيعة من أن علماءهم العظام ألفوا العظيم من الكتب والعظيم من الأسفار لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة لأنني قد كشفت عن حقائق هذه الموسوعات وعن حقائق هذه الكتب كشفت عن فضائحها في مئات ومئات من الساعات وهي موجودة بين أيديكم على الشبكة العنكبوتية بإمكانكم أن تتأكدوا من صدق ما أقول ومن حقيقة ما أدعيه هنا في هذه الحلقة أو في سائر الحلقات الأخرى إذن الطوسيون الأنجاس ماذا فعلوا؟ أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء عن هواب الشيطان عن آيات إبليس العظمى ماذا فعلوا؟ دمروا المنظومة التفسيرية الرائقة إنها منظومة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما التي بايعنا عليها في بيعة الغدير وجاءونا بمنظومة مسخ لا أريد أن أدخل في تفاصيلي هذه المنظومة لأنني قد حدثتكم عنها كثيرا في برامجي السابقة إلا أنني سأضرب لكم نماذج من رموز هذه المنظومة المسخ وسأبدأ بالخوع هل هناك من رمز هو أكبر من هذا الرمز؟ سأبدأ بالخوع مثلما عودتكم إنني لا أدخل في إصطراع مع الصغار إنما دائما يكون حديثي مع الكبار ومع كبار الكبار الخوع موقفه من تفسير إمامنا العسكري هو جزء من تدمير المنظومة التفسيرية الخوع مفسر عنده تفسير البيان والخوع مدمر من مدمر المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث للخوع كتاب معروف كتاب كبير هذا هو الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث الطبعة إنها الطبعة الخامسة الطبعة المنقحة والمزيدة ألف وتسعمائة واثنين وتسعين ميلادي في الصفحة السابعة والخمسين بعد المئة رقم الترجمة اثمانتالاف أربعمية اثنين واربعين علي بن محمد ابن سيار هذا أحد رواة تفسير إمامنا الحسن العسكري لا أريد أن أقرأ كل الكلام سأذهب إلى النتيجة التي وصل إليها الخوع هذا هو الذي وصل إليه الخوع فيما يرتبط بتفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع من أوله إلى آخره هذا يعني أن الخوع أمسك بالكتاب الذي يعرف بأنه تفسير إمامنا الحسن العسكري ودقق النظر فيه كلمة كلمة هكذا يقول أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع فالخوع يقطع بأن تفسير إمامنا الحسن العسكري موضوع مكذوب على الإمام الحسن العسكري هناك من وضعه هناك من كذبه أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق كالخوع مثلا باعتبار أن الخوع يقولون عنه من أنه سيد المحققين شمس التحقيق في النجف وجل مقام عالم محققين أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام فالخوع يرى نفسه أعلى منزلتان من أن يخط تفسيرا كتفسير إمامنا الحسن العسكري قطعا فإن الإمام الحسن العسكرية لا علاقة له بعد هذه المقدمات بهذا التفسير ولذا فهو تفسير موضوع مكذوب على إمامنا الحسن العسكري لا بد أن تعرفوا من أن الرواية من أن رواية التخليد والتي يضحكون عليكم بها أتباع الخوع وأتباع السيستان ليس لها من مصدر إلا تفسير إمامنا الحسن العسكري فأما من كان من الفقهاء إلى آخر ما جاء في الرواية وهي رواية طويلة ولكنهم يقتطعون منها ما يحتاجون إليه فللعوام أن يقلدوا ويضحكون عليكم في الوقت الذي ينكرون التفسير من أوله إلى آخره وبغض النظر عن ضحكهم هذا على ذقونكم لن أعترض على كلام الخوع في أن تفسير إمامنا الحسن العسكري تفسير الموضوع لن أعترض على كلامه ولن أناقشه في رأيه هذا لكنني أريد أن أتفحص كيف وصل الخوع إلى هذه النتيجة لست معترض على رأيه بتفسير إمامنا الحسن العسكري هو يقول من أن هذا التفسير موضوع مكذوب مفترا على إمامنا الحسن العسكري لست معترض على كلامه بحسب ما يقول أن الناظر في هذا التفسير الخوع نظر في هذا التفسير ودقق في كل أحاديثه ورواياته ونظر في كل كلماته ووصل إلى هذه النتيجة من أن التفسير من أوله إلى آخره تفسير موضوع هو لم يقل من أن بعض التفسير موضوع تحدث عن التفسير كله فهذا يعني أنه قد فحص الكتاب فحص دقيقا من أول رواية إلى آخر رواية دققوا النظر في الكلام أن الناظر في هذا التفسير في كله في كل التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام إنني قرأت عليكم من كتابه الرجال واعتماداً على ما يسمى بعلم الرجال فإن الخوء ألغى تفسير إمامنا العسكري وحكم عليه بالإعدام وأخرجه من مكتبة حديث العترة الطاهرة وهكذا فعل أهسستاني والبقية كذلك فعلوا نفس الأمر لكننا مع الخوء حديثنا مع الخوء لأنني أعرض لكم نماذج من الطوسيين ومن كبارهم كتابه معجم رجال الحديث هذا الكتاب كتاب مناقض لمنهج القرآن وأعتقد أني في الحلقات السابقة وفي برامج عموما أثبتت وباليقين وبالآيات القرآنية المحكمة الواضحة من أن منهج القرآن يرفض علم الرجال على الإطلاق ولا أريد أن أعيد تفاصيل هذا الكلام فهي طويلة يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برامج وستنتفعون كثيرا كثيرا لكنني أذهب إلى سورة الحجرات وإلى الآية السادسة بعد البسملة هذه الآية صريحة في إلغاء علم الرجال وفي رفض علم الرجال لأن علم الرجال يدور حول توثيق الرجال وعدم توثيقهم اعتمادا على الظنون القرآن ماذا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تعبأوا بنقل الخبر أكان فاسقا أم لم يكن حتى لو كان فاسقا فلا تردوا خبرا وإنما عليكم أن تتحققوا من متن الخبر من مضمون الخبر إذن ما قيمة علم الرجال لا قيمة لعلم الرجال فعلم الرجال يساوي صفرا هنا يا أيها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قد يقول قائل من أننا يمكن أن ننتفع من مفهوم الآية من أن خبر الثقة الثقة يمكننا أن نعتمد عليه من دون أن نتبينه الآية لا يوجد فيها هذا المفهوم بدليل ما جاء في الآية فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الحديث هنا عن طلب العلم خبر الثقة لا يحقق العلم خبر الثقة قد يحقق العلم وقد لا يحقق العلم الكلام هنا ليس متعلقا بناخل الخبر هل هو ثقة أم ليس بثقة الكلام هنا أن تكون المعلومة صحيحة أن تكون علمية ما جاء في الخبر أن يكون علما وهذا يمكن أن يكون في خبر الفاسق ويمكن أن يكون في خبر الثقة والجهل كذلك يمكن أن يكون في خبر الفاسق ويمكن أن يكون في خبر الثقة المطلوب منا أن نبحث عن علمية الخبر وليس أن الخبر جاء منقولا من ثقة أو من غير ثقة ولذا فليس هناك من مفهوم في هذه الآية وحتى إذا افترضنا وجود مفهوم فلا حجية لهذا المفهوم لماذا لقوة المنطوق المنطوق قوي جدا لأن المنطوق هو الذي يجب أن يتبع وإذا ثبت بعد ذلك أن للمنطوق هناك من مفهوم بمستوى العلم حينئذ ستأتي حجيته بعد حجية المنطوق المراد من المنطوق ما نفهمه من الألفاظ نفسها التي تنطق بها الآية ينطق بها النص يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا المشكلة ليست في ناقل الخبر المشكلة عندنا في المتن علينا أن نتبين المتن فما قيمة علم الرجال لا قيمة لعلم الرجال إنه منهج شيطاني يتعارض بالكامل مع منهج القرآن فهذا الكتاب الذي عنوانه معجم رجال الحديث كتاب شيطاني وقذارة إبليسية بامتياز وفقا لهذا المنهج الشيطاني ولهذه القذارة والنجاسة الإبليسية حكم الخوء بالإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري وسأقرب لكم الفكرة بغض النظر عن موقف القرآن من علم الرجال فهم لا يعبؤون لا بالقرآن ولا بغير القرآن إنما يعبؤون بأقوال الذين سبقوهم من الذين يقدسونهم من المراجع الطوسيين اللعناء ألا لعنة الله على الحوزة الطوسية ألا لعنة الله على المرجعية الطوسية ألا لعنة الله على علم الرجال الطوسي ألا لعنة الله على المنظومة التفسيرية الطوسية هذا هو الجزء الأول هذا هو الجزء الأول من معجم رجال الحديث وقد أثبتت في صفحاته الأولى خلاصة ما في هذا المعجم هذه الطبعة الخامسة عدد الأجزاء أربعة وعشرون جزءاً إنها أجزاء هذا الكتاب معجم رجال الحديث وهذا هو الجزء الأول الطبعة الخامسة عدد الأجزاء أربعة وعشرون جزءاً عدد الصفحات في كل الأجزاء 11639 صفحة في كل الأجزاء من بداية الجزء الأول إلى نهاية الجزء الرابع والعشرين 11639 صفحة المقدمة مقدمة الكتاب والنظريات النظريات هي قواعد علم الرجال التي تبنها الخوعي في كتابه هذا 106 صفحة فقط هذه كل المقدمات والنظريات والقواعد عدد الصفحات 11639 106 صفحة مقدمات ونظريات منها 83 صفحة قواعد العلم ونظرياته والدفاع عنه من مجموع 11639 صفحة فقط 83 صفحة ما يسمى بعلم الرجال في قواعده وقوانينه مع الدفاع عن علم الرجال هذا الطبقات والفهارس 3633 ما يسمى بترتيب الطبقات طبقات الرواة مع الفهارس مع فهارس الكتب 3633 وثلاثين صفحة الباقي بعد حذ صفحات المقدمة والنظريات وحذ صفحات الطبقات والفهارس 7900 وثلاثين صفحة هذه صفحات أسماء الرواة وأحوالهم الرواة العدد الكل من أول الكتاب إلى آخره 15706 عدد الثقات من هذا العدد الكبير عدد الثقات 700 700 700 العدد الكل 15706 فأي علم من هذا من 15706 مع ملاحظات أن عدد الرواة الذين ذكروا في كتب الحديث والروايات أكثر من هذا العدد هذا ما استطاع الخوئي أن يثبته في كتابه بمساعدة الذين ألفوا الكتاب الخوئي لم يؤلف الكتاب بنفسه وإنما شكل مجموعة من تلامذته وأعوانه فألفوا هذا الكتاب العدد الكل 15706 الذين وثقوا عددهم 700 الممدوحون الذين مدحوا من الرواة الذين وثقوا وصفوا بأنهم ثقات الممدوحون مدحوا لكنهم لم يوصفوا بأنهم ثقات 1457 فيكون مجموع الذين وثقوا مع مجموع الذين مدحوا من دون توثيق 2157 الذين لم يذكر لهم لا مدح ولا قد 9665 فأي علمنا هؤلاء لا يوجد عنهم أي معلومة لا مدح ولا قد 9665 الذين وصفوا بأنهم مجاهين 336 الذين ذموا بشكل واضح مذمومون بشكل صريح 419 الذين نسبوا إلى المذاهب الأخرى بعيدا عن المذهب الاثنى عشر الإمامي 141 الذين وصفوا بأنهم مغالون 48 الأسماء المكررة هناك أسماء مكررة كثيرة في هذا الكتاب 3087 من كل هذا الذي يمكننا أن ننتفع من بخصوصي الذين مدحوا عموما وذموا عموما المجموع 2765 12941 لن ننتفع من ذكرهم في هذا الكتاب فهل هذا كتاب حقيقي هذه ترهات هذه ترهات هذا الكتاب وفقا لمنهج يتناقض مع منهج القرآن بحسب ما مر علينا في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرة وإذا أعرضنا عن منهجية القرآن ورجعنا إلى الكتاب بما هو هو فهذا هو الموجود في الكتاب كتاب يتألف من 24 جزء وعدد الصفحات 11639 وعدد الرواة 15706 آخر المطاف عدد الذين مدحوا عموما وذموا عموما 2765 فماذا نصنع ببقية الأسماء سيرقعون لكم سيرقعون لكم ويضحكون عليكم لكن الحقيقة هي أن الكتاب يتعارض بدرجة مئة بالمئة مع منطق القرآن فإننا لا نحتاج إلي ومع ذلك فإن الخوء بعد أن شكل ما شكل من مجموعة مشرفة على تأليف هذا الكتاب وألف الكتاب وطبع ونشر ووفقا لما في هذا الكتاب أصدر الفتاوى وطبع رسالته العملية جاء بعد ذلك فقال إنني أريد أن أصحح هذا الكتاب تراجع عما أثبته في الكتاب الذي طبلوا له تطبيلا عظيما وهو كتاب في الحقيقة كتاب خرائي إبليسي مضمونه خراء إبليس هذا الكتاب وأمثاله من كتب الرجال هذه كتب الخراء الإبليسي في تدمير المنظومة التفسيرية بل في تدمير دين العترة الطاهرة لكنني أتحدث هنا عن المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة فقام بتغييرات كبيرة في الكتاب وهذه الطبعة هي الطبعة التي أجريت عليها التعديلات ولذا في مقدمة الكتاب في الصفحة التي رقمت بالحرف فا جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف وعلى بعض طرق الرواية من حيث الصحة والضعف شملت جميع أجزاء الكتاب استنادا إلى رجوع الإمام المؤلف أي إمام هذا الذي عنده في كل يوم رأي استنادا إلى ظنون استنادا إلى تفاهات لماذا غير رأيه الخوع سيتضح الكلام استنادا إلى رجوع الإمام المؤلف عن توثيق رواة كتاب كامل الزيارات لابن قولوي هذا هذا هو كتاب كامل الزيارات لابن قولوي جاء في مقدمة الكتاب هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران في مقدمة الكتاب ابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة ابن قولوي قال في مقدمة الكتاب وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى في معنى ومضمون كتابه ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال فابن قولوي هكذا قال من أنه لا يروي في هذا الكتاب إلا عن الثقات وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا هذه هي العبارة الخوئي في الطبعة الأولى من معجم رجال الحديث كان قد فهم العبارة من أن التوثيق هذا يكون شاملا لكل من ذكر اسمه في هذا الكتاب وهي أسماء كثيرة فوثقهم وذكروا موثقين في الطبعة الأولى لكنه بعد ذلك تراجع وقال إني أعتقد من أن ابن قولوي لا يقصد كل الأسماء التي ذكرت في الكتاب وإنما يقصد مشايخه فقط الذين نقل عنهم بشكل مباشر وليس الذين نقل مشايخه عنهم فحينما تأتي الرواية عن ابن قولوي عن فلان عن فلان عن فلان فلان الأول الذي هو شيخ لابن قولوي هذا الذي يكون موثقا هذا ظن وذلك ظن دين مبني على الظن العبارة تحتمل الوجهين وإن كان الوجه الأول هو الأوضح والأصرح من أنه يتحدث عن جميع الرواة وبحسب منهج القرآن أكان الرواة من الثقات أم لم يكون لا شأن لنا بهم نحن نذهب إلى المتون إذا كانت المتون دالة على نفسها بنفسها لا تحتاج إلى تحقيق وإذا كانت تحتاج إلى تحقيق فإننا نعرضها على القرآن فإذا وافقت القرآن نقبلها لا شأن لنا بناقلها إذا إذا لم تتفق مع القرآن فإننا نضعها جانبا لا شأن لنا بها هذا هو منهج القرآن ومنهج العترة الطاهرة هناك أحاديث نحن نعرفها أحاديثهم ما عندنا من شك فيها فلا شأن لنا بناقلها أكان موثوقا أم لم يكن أكان موثوقا بحسب الرجاليين أم لم يكن موثوقا بحسب الرجاليين فليذهبوا برجالهم إلى الجعيم إنهم يتناقضون مع القرآن ومع منطق العترة الطاهرة دين خرأ هذا دين الطوسيين مبني على مناقضة القرآن مبني على مناقضة دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها فهذه العبارة يمكن أن يقصد منها ابن قولوي مشايخه فقط مثل ما قال الخوئي في المرة الثانية ويمكن أن يقصد جميع الرواة مثل ما قال الخوئي في المرة الأولى في المرة الأولى اتبع ظنه وفي المرة الثانية اتبع ظنه وبين هذا الظن والظن تغيرت الفتاوى هذا هو الدين الظنون هذه الرسالة العملية للخوئ منهاج الصالحي الجزء الأول هذه الطبعة هي طبعة منشورات دار أسامة دمشق سوريا هذه الطبعة من الطبعات التي أثبت فيها الخوئي فتاواه وفقا لرأيه الذي كان مثبتا في الطبعة الأولى من معجم رجال الحديث في الصفحة السادسة والتسعين إنني أضرب لكم مثالا أنا لا أستطيع أن أستقصي كل شيء رقم المسألة ثلاثمية وتسعة وثلاثين وهو يتحدث عن الأغسال الفعلية وهي الأغسال المندوبة المستحبة والثالث الأغسال الفعلية وهي قسمان القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام في الحاج أو لزيارة البيت في الحاج والغسل للذبح والنحر في الحاج والحلق كل هذا في الحاج والغسل لزيارة الحسين عليه السلام والغسل للاستخارة إلى آخر الكلام فهنا في هذه الطبعة من منهاج الصالحين ذكر في الأغسال الفعلية المندوبة الغسلة لزيارة الحسين اعتمادا على ما جاء من روايات في كامل الزيارات وبما أنه بحسب ظنه الأول أن ابن قولوي وثق جميع الرواات فحينئذ ستكون الروايات في كامل الزيارات التي تحدثت عن استحباب الغسل لزيارة الحسين ستكون هذه الروايات موثوقة وعلى أساسها أفتى فذكر الغسلة لزيارة الحسين في الأغسال الفعلية المندوبة ولكن بعد أن غير رأيه وانتقل من ظنه الأول إلى ظنه الثاني ونحن نبقى مسخرة بين ظن هذا الأثول وظن ذلك الغبي من هؤلاء الذين يقال لهم آيات الله العظمى هؤلاء آيات إبليس لو كانوا آيات عظمى لله لمنحهم بصيرة لا أن يلعبوا بالدين بحسب ظنونهم وأهوائهم وسفاهاتهم وهذا هو الذي يفعله بكم السيستاني وسائر المراجع الآخرين دين مبني على الهراء والخراء هذا هو دين المذهب الطوسي اللعين منهاج الصالحي العبادات وهذا هو الجزء الأول هذه الطبعة هي الطبعة الثامنة والعشرون ألف أربعمية وعشر هجر قمري في أواخر أيام حياة الخوع طبعة هذه الرسالة العملية نذهب إلى الصفحة الرابعة والتسعين في المسألة نفسها حينما ذكر الأغسال الفعلية والثالث الأغسال الفعلية وهي قسمان القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت والغسل للذبح والنحر والحرق وحذف هنا الغسل لزيارة الحسين لماذا لأن ظن الخوع قد تبدل فانتقل إلى ظن آخر من أن ابن قولوي وثق مشايخه فقط الذين نقل عنهم بنحو مباشر وعلى هذا فإن الكثير من روايات كامل الزيارات ستكون ضعيفة فما جاء من روايات تتحدث عن استحباب الغسل لزيارة الحسين صارت ضعيفة بحسب الظن الجديد للخوع ومن هنا ألغيت الفتوى وهكذا يعبث بالدين يعبث بالدين على أساس الظنون في البداية ظن شيئا ثم بعد ذلك لحالة نفسية لمزاج معين لأي شيء لشبهة طرأت في ذهنه تغير ظنه من ذلك الظن إلى هذا الظن هذا مرفوض هذا مرفوض منطق القرآن أن نتبين المتون بعرضها على القرآن أو بعرضها على المعروف من حديث رسول الله وحديث آل رسول الله على الذي نحن نقطع بأنه حديثهم فإذا ما شككنا في نص عرضنا تلك النصوص على القرآن أو على المقطوع به من حديث رسول الله وأهل رسول الله هذا هو منهج الدين وهذه هي الحكمة اليمانية وهذا هو منطق العقل الصحيح أما هذا الهراء والخراء الطوسي القوعي هو هذا الذي يفعل بالدين ما يفعل وهذا هو منهج حوزة النجف إنها حوزة الهراء والخراء إنها حوزة الضلالة والسفاهة إنها حوزة اللادين إنها الحوزة المعادية للقرآن والمناقضة له إنها الحوزة المنافرة لدين العترة الطاهرة هذه الحقائق بين أيديكم كذبوني 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 هذه الحقائق واضحة جلية وأنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيئين أنا أضرب لكم أنثلة تريدون أن تعرفوا الحقيقة عودوا إلى بقية برامج أو اذهبوا فابحثوا بأنفسكم كي تعرفوا الحقيقة عن قرب نذهب إلى فاصل